تونس تونس يد وحدة وصل صوتك أحنا الحقيقة هو صار اتفاق بيني وبين رئيس اللجنة التنمية الجهوية منذ مدة أسبوعين قلت له كان كملنا المخطط إن شاء الله كان من المفروض كملوه حتى أسبوع قبل ولكن صار تأخير بعض وزارات معطاتش المعطيات وغيره دوكسيد رئيس الحكومة قرر بشي وخر حتى نهار الجمعة لي فات هو الهدف من بتبيع اللجنة التنمية الجهوية وأنه نحلو معها المخطط نحب ونحلو المخطط من الجهات وذلك عليش معناها وبعد في وقت معين زينا العلم اللي كان فما جلسة عامة يوم الاثنين أو كفي بينها اللي معناها بتبعى الحال طلبنا تأجيل هذه الجلسة حتى لين يجي المخطط وينجموا يعملونه نظرة قبل ما نقعدوا وتفعلوا معها وجيتنا معناها الحقيقة لا كنت غايب سيد وزير برحوم في بينهم لا يعني يقول لك لا في بينهم بتبعى جاوبناهم احنا ما ساعة ونص بعثنا لهم معناهم بعثونا ورقة العاشرة وحنا جاوبناهم ماضي ساعة ونص نهارة الجمعة عما بليكش سيد رئيس اللجنة والإدارة بتاع اللجنة ما قاوش الوقت والشيعة المنوات اللي مخطط ما اكملش ولهذا ما نجبوش نعمل هذه الجلسة وحضروا معناها ألورك ما في بالهمش ذاكا معناها صار سوء تفاهم بين الإدارات وعلمنا بتبعى السيد الوزير اللي لهي بالعلاقة مع المجلس بشكي كان وليه ديما يتعدهوا علي هو بشكي كان يبدوهم تنظمين في حكاية اللاجندا والواحد معناها أنا لحقيقة كنت بودي نكون حاضر ولكن محتوى مخطط بتبعى الحال اللي مازال ما جاومش الوضع العام في البلاد سيء بسبب غياب التناغم بين السلطتين التشريعية والتنفيذية هذا كلام كنت قلته في 10 أفريل اللي جانب بعد قانون البنك المركزي وعدم تصويت كتلة أفاق ومرافقه من انتقادات اللي جانب بعد أيضا أنه يجتمع حركة النهضة وندى تونس منفرديني دون حضور أفاق تونس سنحكي مع رئيس حزب أفاق تونس والوزير في نفس الوقت العلاقة متأزمة بين مكونات الائتلاف الحكومي شيء اللي يخليك أنك تنادي بتكوين ما سميتوه بكتلة واحد سماه كتلة سيادية واحد كتلة جمهورية واحد بعض العدد من الأسمانت وما سميتوه كتلة وناديته بكتلة سيادية تلم كل المعنى الديمقراطيين والجمهوريين في كتلة مواحدة داخل مجلس النور بالشعب حتى يعود للكيليبر داخل البرلمان شيء اللي يبدو أنه فشل قبل ما يصير أنتما تقولوا في أفاق تونس وسيادك تقول سيد ياسين براهيم أن الأشكال في البلاد اليوم هو مشكل سياسي بالأساس الحل المشكل السياسي هذا حسب رايك شنو؟ شوف هو في التقديم ساعة ممكن كانت سمحني فضلت فضلت على خضر قدمته كما أقولوا بالمقلوب يعني أحنا عملنا مجلس وطني قبل 10 أفريل في أوائل أفريل اللي عبرنا عليه على هذه الفكرة والتمشي قلنا وقته عبرنا اللي ما فاماش ممكن العلاقة في المستوى اللي حاشتها به البلاد بين المجلس والحكومة ومن أسباب الأداء بصيفة عامة ممكن للساحة السياسية ولا للدولة كنا ناخدوا معين الاعتبار اللي هي الدولة سلطة تنفيذية وسلطة تشريعية ونجمو نحكيه حتى على السلطة القضائية وهذا اللي خلق معناها هكا جو يعني متاع إحباط في وسط البلاد سببه أساسا سياسي على خطر حسينة اللي الأمور تبدلت احنا بدأت الأزمة نعتبرها من اللي وقت اللي نيدا تونس تقسم يعني في أكتوبر وكان من اللول فما أمل الأمور ترجع المجاريها بعد شهر بعد شهرين صار جانفي وغير وحتى اللي حقيقة صار انقسام معناها في نيدا تونس ووقتها الخارطة السياسية تبدلت في البلاد وقتلت نيدا تونس معادش الكتلة الأولى في المجلس وبدأ معناها حتى في التعامل وبصيفة عامة حسوها في المجلس وحتى في التعامل مع الحكومة الأمور تبدلت احنا قلنا احنا قادمين على مراحل هامة قبل كل شي العمل في وسط المجلس والعمل الحكومي ماذا بنا؟ الراو الأمور ترجع المجاريها يعني اللي سميناها احنا العائلة السياسية وهذه ما عجبتش أصدقائنا في النهضة خطر عبروا عليها في نتاق اجتماع التنسيقية احنا شمو عائلة السياسية؟ العائلة السياسية قلنا ناخذوا الأحزاب اللي سندت سيد البيجي قايد سبسي في الدورة ثانية للانتخابة الرئاسية حتى أفاق تونس من الدورة الأولى يعني في الانتخابات معروفة يعني أفاق تونس الناس كل تعرف اللي أفاق تونس أقرب للنيداء تونس من النهضة هذا طبيعي معناها من الانتخابات اللي فات ومن اللي تخلق أفاق يعني قلنا نعاودوا لموا بعضنا باش نكونوا أول قوة سياسية عمليش معجباش هذا كتر ناث جسما تعجبت أنا مش اللي معجباش نجم هي تقول ما تعجباش احنا في ائتلاف حكومي ومقالها دا يرسل لوت فيزيتون قولك احنا في ائتلاف حكومي وتوما تعمل ائتلاف لأتلاف ما هوش ائتلاف لأتلاف احنا نحب ونعافض وننظمر وإحنا عنا مواقف مع بعضنا كأنه نسينا الناس اللي احنا كنا متنفسين في 2014 احنا كعملنا الحكومة من الأول وليخي عملنا حكومة تحالفية مع حركة الناظر عملنا شراكة مع حركة الناظر كان عملنا تحالف مع حركة الناظر يكون عنده زير واحد احنا من الأول عملنا تحالف بين الأحزاب القريبة لبعضها ثم شراكة مع حركة الناظر يبدو اليوم اتبدلت الأمور معناها على الأقل في ذهن البعض لكأنه فهمت تحالف احنا مش هذا الرؤية ما نفعل في ائتلاف ونسق مع بعض وعلى خاطر عنده مساندة الحكومة في نتاع برنامج اقتصادي واجتماعي عنا في ذهننا شراكة كما قالت الرئيس الجمهورية تعايش ما حركنا هذا إيجابي وبناء إن شاء الله البلادنا مع بعضنا ولكن ما ناش في نفس الكتلة الشاملة الكتلة الشاملة اللي رواها هي كتلة بين الأحزاب اللي تنتمين نفس العائلة السياسية خاطرين حي موقف معناها نواب نيدا تونس اللي مانيش اليوم مانيش مقايسين على هذا التمشي على خاطر حقيقة عدد منهم يروا أنه يمكن التنسيق يصير أما أنها تكون فم كتلة موحدة مستحيل والبعض آخر لا يعني في آخر الأمر معناها شنحب الرؤوا يزينا ننظروا مصلحة البلاد رؤوا البلاد ماشي باش تقدم من غير توازن سياسي توازن سياسي في الحجم الحقيقي عند الناخب الحجم الحقيقي عند الناخب اليوم هالعائلة الوسطية هذه العائلة الوسطية هذه هي أول عائلة سياسية في البلاد المشروع المجتمعي متفقين عليه الرؤية متفقين عليها النجم غدوة ما يزموش خليوا البلاديات بتاع البلاد ما تقعدش عنا بصفة أغلبية فما مسئولية تاريخية سياسية لهذه العائلة السياسية ما ندخلوش في مصالح ما ندخلوش في حسابات ما عندها لا معنى العائلة هذه زمها تتلم أحسن طريقة اليوم تتلم ما تلمش في الأحزاب أحسن طريقة باش تلم تتلم في البارلمان قبل ثم من بعض ننظر الانتخابات البلدية والتمشي في مرحلة ثانية هذا هو رأينا من بعض بتبعات الحال الرأي إن شاء الله يكون أو بسع ما يمكن في يوست هذه العائلة وزير عندي برشة أسألة من في الوقت شكرا سياسي إبراهيم وزير التنمية وضل استثمار وتعاون دولي رئيس أفق تونس شكرا